بص انا عارف ان الفيديو ده يمكن يكون يعني غريب شوية انزل في الوقت ده ولكن تصدقني مش هنفع ان انا اجله البكرة لان خلاص بدل سمعنا كده عن مراجعات اولية للمسلسل فانا مش ضامن بصراحة ايه اللي ممكن يحصل معنا بكرة يعني ممكن فعلا يحصل ضرب نار حرفين في دي سي وتنزل اخبار اكتر واخبار جديدة وحماسية للعالم السينماء الجديد احنا خلاص كده بشكل رسمي يعتبر حطينا رجل في العالم السينماء الجديد يوم خمسة ديسمبر يعني اعتبر كده كم يوم وهنوصل لليوم ده اللي هو يوم الخميس هيتعرض معنا كده اول عمل من داخل الخطة السينمائية بتاعت الدي سي يو للمخرج جيمس جان رئيس استوديهات دي سي وهو المسلسل الانيميشن كريشا كوماندوس وده اللي انا جاي اتكلم عنه في فيديو النهاردة ونشوف مع بعض كده المراجعات الاولية للمسلسل ده بتقول ايه بالزبط وافضل حاجة في المراجعات الاولية ان هي ما فيهاش اي حرق للاحداث طبعا انت لو محتاج حرق فمش هوصيك يعني سبق وتكلمت قبل كده على التسريبات اللي هارجت معنا من المسلسل ده وقلت لك كده من التسريبات ايه اللي ممكن يحصل معنا في احداث المسلسل ولكن كلامنا النهاردة هيكون بدون اي حرق واي كلام انا هقولهولك هو كده كده تعرف بشكل رسمي ففي الحالة دي انت قدامك اختيارين لو انت مش عاوز تعرف اي حاجة حرفيا حوانين المسلسل ده علشان خاطر لما تيجي تتفرج عليه تبقى مش عارف اي حاجة وتتفاجئ بكل الاحداث يبقى من الاخر كده ايه في الفيديو ده ورايح دمائك خالص بالنحية المسلسل ولكن لو عايز تتابع بقية الفيديو عادي كمله ما فيش اي مشاكل لان كده كده كل الكلام انا هقولولك ده حتى لو انت شايفه ان هو حرق فهو تعرف بشكل رسمي فانا قلتلك هو علشان خاطر ما جيش في النهاية لقوا الجملة الشهيرة اللي ده ما بتنسابلي في الكومنتات حرام عليك حرقة على المسلسل او حرقة على الفيلم ولكن ما علينا يعني نكمل بقى الفيديو بتاعتك جميل مسلسل كريشا كومانلز زي ما قلتلك كده ان هو مفروض بدايته او هيتعرض معنا كده من يوم خمسة ديسمبر والمسلسل ده عبارة عن سبع حلقات انيميشن من كتابة جيمس جان المعروف كده باخراج الجارديانز في الام سيو واللي هو خلاص كلنا عارفين ان هو رئيس ستوديهات دي سي فاللي احنا عارفينه لحد دلوقتي كده ان المسلسل ده بيبدأ بمهمة بيكلف بيها ريك فيلاك سينيور اللي بيقوم بالدور بتاع الممثل فرانجريلو وده طبعا ظهر معانا بقى ان كان في تسريبات لفيلم سوبرمان او عرفنا بشكل دراس من ان هو يظهر معانا في الموسم التاني من بيسميكر غير كمان ان احنا شفنا ان هو يظهر معانا كده في الاعلان الاول للمسلسل انيميشن كاريشا كوماندوس فالمهمة دي بيتكلف بيها من شخصية اماندا وولار ودي طبعا رئيسة وكالة ارجوس المهمة دي هي قيادة فريق من الوحوش اللي بيسموا نفسهم كده وده علشان خاطر يحموا الاميرة الانا ودي طبعا شفناها برضو في الاعلان الاول للمسلسل واللي بتقوم بيها كده الممثلة ماريا باكالوفا الاحداث بتقدم معانا في بلد كده خيالي تسمى بولوكستان من الساحرة الشريرة سيرسي واللي بتقوم بيها الممثلة آنيا شلوترا فانا مش عاوز عادك بعيدة عن المراجعة ولكن خانيني اقولك انا شاكك بصراحة ان البلد اللي تسمى بولوكستان دي بشكل كبير جدا هيكون حواليها كلام كده في فيلم سوبرمان ولو قلتلي ليه هقولك بكل بساطة لو انت سمعت الفيديوهات اللي كنت بتكلم فيها قبل كده حوالين الممثل باسم يوسف اللي كان هيعمل الشرير كده من الشرق الاوسط يبقى انت عرفت بكل سهولة ليه بقولك ان غالبا البلد دي ممكن يتم ذكرية كده في فيلم سوبرمان ولكن طبعا عشان خاطر ده مش موضوعنا فانا مش ينفع ان انا ادخل في الموضوع ده اكتر من كده فنرجع مرتين للمراجعة بتاعتنا فالفريد ده بيتكون من شخصيات غريبة زي ما شفنا كده في الصور وكمان الاعلان زي شخصية برايد وكمان دكتور فوسفوريس وكمان نينا مازوسكي غير شخصية جي اي روبت وويزل والشخصيتين دول بالتحديد اللي هيعمل الصوت بتاحهم الممثل شون جان اخو جيمس جان رئيس استوديهات دي سي وطبعا كل واحد فيهم كده عنده قصة مؤسرة بتخليك فعلا تهتم بيه رغم انهم في البداية بيظهروا كده كأنهم وحوش حرفيا طيب هنا كده من المراجعات بنعرف ان نقاط القوى للمسلسل انه بيغطي كده كمية كبيرة من تاريخ دي سي في اقل من ثلاث ساعات وبيتميز كده بتسليط الدوق على كل شخصية في كل حالة بشكل يخلي قصتهم جزء مهم من القصة العامة فاكتر الشخصيات اللي شادت الانتباه تعتبر كده شخصية برايد اللي بتعتبر كده القلب المحرك للفريق بالكامل ونينة كمان اللي بيتمثل الجانب الانساني اللي بيجمعهم وجي اي روبت اللي بيديه في لحظات كوميدية وميزة جدا للمسلسل فهنا كده زي ما فيه نقاط كوى بيلاقي برضه ان فيه نقاط ضعف فللأسف كده مش كل الشخصيات كان لها نفس المستوى بنلاقي كده ريك في لاك سينيور دوره كان محدود جدا وما ضفش كتير القصة وانا بصراحة صدمت جدا من المراجعة دي وقت ما لقيت ان ريك في لاك سينيور ملهوش دور كبير في المسلسل لان ما عليش يعني الراجل ده او الشخصية دي لانها كده في البوستر بتاع المسلسل اللي هو كده في وش الفريق غير كمان احنا شفناه اكتر من مرة في الاعلان ولكن غريب جدا يعني ان احنا مش على مدار المسلسل هنشوفه بس الموضوع بسيط خلينا اقول لك كده ان هو في عنا ممكن يظهر كده في بعض الحلقات ولكن بظهور محدود جدا وممكن هنا اماندا والر تدينه مهمة جديدة انه هو مثلا عن طريق المهمة دي نشوفه في احداث فيلم سوبرمان علشان كده هيختفي من بيئة احداث المسلسل وارد كمان برضه من ضمن المهام بتاعته ان هو هيختفي علشان خاطر يظهر معنا في احداث الموسم التاني من المسلسل بيس ميكا فكل شيء وارد انت كده كده بقى عندك عالم سينمائي مترابط والاعمال كلها متصلة بعضها بشكل ضقيق جدا فعشان كده اي حاجة هتحصل في المسلسل ده هتأثر بعد كده اكيد على الاعمال اللي بعدها فعلى قد ما يكون زعلان شوائع لان شخصية ريك فلاك سينيور ممكن ما تظهرش كده في كل احداث المسلسل ولكن هنا بدل هيكون فيه سبب مكنع فعلا طيب بالنسبة بقى لشخصية فرانكنشتاين فخلينا اقول لك كده على حسب المراجعات ان ده كان اكتر شخصية مزعجة ومختلفة عن الكوميكس تماما وبيتم تقديمه كده كشخص مهووس بمطارد برايد بشكل غير مبرر ونقدر نقول هنا فعلا لو فيه موسم تاني من مسلسل كريشيا كوماندوز هتمنى بصراحة ان هم فعلا يقدروا يعدلوا على الشخصية دي وده علشان خطر في ان يتظهر معنا بشكل افضل من كده يعني على الكلام ده كده مش شايف بصراحة ان كان اللي لزم اصلا ان الشخصية تكون معنا في المسلسل ولكن اكيد برضو جيمس جون هيديف الشخصية دي لسبب ما وده اللي ممكن يتوضح معنا في الاحداث احنا لحد الوقت لسه ما اتفرجناش على المسلسل دي كلها كده مجرد مراجعات اولية من الناس اللي اتفرجت على المسلسل طيب بنعرف هنا كده ان المسلسل ده من اخر برسم ملامح الدي سي يو العالم السينمائي الجديد وده اول عمل في المرحلة او الشابتر الاول اللي تحته مسمى الملوك والوحوش فالمسلسل ده بيركز كده على فريق مش معروف اوي من الكوميكس وده اسلوب معروف لجيمس جون ونجح فيه قبل كده مع الجارديونز في الام سي يو ولكن هل النجاح ده هيتقرر مرة تانية في الدي سي يو المسلسل بالفعل حط اساسيات مشوكة جدا لعالم دي سي جديد اوضح كمان ان فيه تركيز على تقديم شخصيات وكسس مختلفة عن اللي تعودنا عليها قبل كده اما عن بيت المراجعات ففيه برضو مراجعات تانية بيقول منها ان المسلسل ده بيحكي عن فريق سري مكون كده من وحوش مسجونين بيتجمع علشان خاطر ينفزه مهام خطيرة مش ممكن لبشر عاديين القيام بيها لما كل الحلول تفشل الوحوش دول بيكون الخيار الاخير طيب هنا كمان على حسب الكلام اللي بيتقال برضو عن المسلسل ان الاداء التمثيلي كان مميز جدا خصا كده مع الطائم الموهوب ده غير كمان بيقول ان الرسومات بتاعت الايليميشن كانت رائعة جدا والاسلوب البصري كان متكن بشكل كبير جدا والموسيقى التصويرية ممتازة وطبعا ده المتوقع من جيمس جون المسلسل بدأ بشكل مهزوز شوية لكنه لقى هدفه بداية من الحلقة الرابعة ومع الحلقات اللي بعدها وسل النهاية مؤسرة جدا بيقول كده كمان ان فيه برضو قصص ما تقفلتش بشكل كويس ولكن ما اثرتش بشكل كبير على القصة العامة فالحد دلوقتي نقدر نقول ان ده كله فعلا كلام كويس جدا حوالين مسلسل خاص بالديسي يو وحتى كمان لو فيه بعض المشاكل فخالنا نقول ان المشاكل دي بسيطة جدا يعني زي ما قلت لك كده بدال فيه اجابة منطقية حوالين مثلا الحاجات او النقطة الضعيفة اللي في المسلسل فخلاص الموضوع بالنسبة لنا بسيط ايه المشكلة ولكن المشكلة هنا فعلا هتكبر لو مفيش توضيح منطقي حوالين النقطة الضعفة دي وبعيد ده عن كل الكلام ده يعني خليني اقولك كده بكل بساطة المسلسل ده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اول ما اتحط كده على موقع على طول خاد مية في المية واللوقتي ده يعني يعني اصبور طيب حتى يعني لما يقولوا مثلا مكوسينها ولا حاجة يعني اصبور علينا حتى كده يوم ولا حاجة فلأ على طول المسلسل تحط مية في المية العلامة الكاملة وده يعني انا مش عارف بصراحة هم بيهزروا ولا هم فعلا بيتكلوا مجد ولكن انا بالنسبة لي انا كنت متوقع حاجة زي كده لان زي ما قلتلك قبل كده ان النقاط بيحبوا جدا جدا جيمس جان يعني خليني نقولي ان الاعمال دايما بتاعته بتكون بسيطة ومفهومة مش معقدة فعشان كده في النهاية لازم بياخد نقد كويس جدا ولو بسيط على كل الاعمال بتاعته حتى لو انت شايف انها مش حلوة هتلاقي دايما ان التاكمات بتاعت جيمس جان بتكون كويسة جدا من النقاط فعشان كده حاجة زي دي انا كنت متوقعها الصراحة يعني حوالين المسلسل ده غير كمان برضو هيحصل زي كده واحسن كمان مع فيلم السوبرمان اللي تقدم معناه كده في منتصف العام القادم فبالرغم ان احنا خلاص عرفنا شغل النقاط ده اماشي ازاي وان في الاغلق دايما التاكم بتاعهم ببيكونش صادق ولكن برضو في الاول في الاخر خانينا اقول لك ان حاجة زي دي هي حاجة كويسة جدا لدي سي يو طيب هنا بقى رأيي كده على المراجعات دي فخدنا اقول لك بصراحة انا كنت متوقع حاجة زي دي بشكل كبير جدا زيها زي التاكمات بتاعت موقع من الاخر كده جمهور دي سي عاوز يرجع يحب دي سي مرة تانية عاوز حاجة كده يلاقي عن طريق الشغف اللي يرجع يحب بها دي سي فالناس مستنية بفارغ الصبر بداية العالم السينمائي الجديد بل كمان عندهم امل جدا ان الخطة السينمائية الجديدة تنجح فلو جيت قلت لي تب ما انت المسلسل ده هيكون عندك في مشاكل زي نوقات الضعف اني انت تكلمت عنها فخدنا اقول لك برضو ان دي حاجة متوقعة ولو قلت لي يا عم انت متوقع كل حاجة فخدنا اقول لك بكل بساطة المسلسل ده طبيعي جدا ان يكون في حلقة ممتازة وحلقة تانية تكون متوسطة وحلقة ممكن تكون ضعيفة يعني من الاخر كده المسلسل مش اقدم لك كل الحلقات بتاعته انها تاخد من الاخر كده العلامة الكاملة اكيد طبعا هيكون في اختلاف وتغيير في التون بتاع المسلسل فقدر اقول لك كده ان فعلا المراجعات دي حمسة الواحد اتجاه المسلسل ده حتى كمان لو مكناش عرفنا كده المراجعات الاولية برضو واحد كان متحمس للمسلسل ده لان زي ما قلت لك كده الواحد عنده شغف او عنده فضول يعرف الاعمال اللي هتتقدم معنا كده مع جيمس جان هتكون عاملة ازاي بل كمان نفسنا فعلا ان دي سي ترجع مرة تانية وتوقف على رجليها علشان خاطر يكون بينها منافسة وبين مارفل برضو منافسة كوية فبالتالي دي كلها حاجات فعلا بتحمس الواحد بشكل كبير جدا اتجاه المسلسل ده وفي النهاية في انتظار اول الحلقات اللي هتتعرض معنا يوم الخميس القادم وبس كده وصلنا النهاية الفيديو